نقاش الأستاذ محمد طيبي مساء الخير مساء الخير وأنا آسف على التأخر معي شكرا نيكو أستاذ كان المفروض اليوم الحدث السياسي إلى غير من الحدث السياسي الأخرى البارحة كان هناك اجتماع المكتب السياسي للأمين العام عمار سعداني الذي أشار في خلال الكلمة التي ألقاها بأن هناك أطراف تحول السيداف الجزائر من جهات خارجية قراءتكم لهذه نقدر نقول التكالب الذي أصبح اليوم يطال الجزائر صحيح أنك إذا قرأت المشهد الجيوستراتيجي وأيضا التقلبة والتحولة السارية الآن في ما يسمى بالفضاء العربي الإسلامي عموما يمكن أن نستشف في المخاطر التي تظهر وهذا ليس بعيد عن الملاحظة يبقى أن المسائل الأمنية الاستراتيجية والمناء عن تعددولة صحيح أن للأحزاب قول وحضور وأيضا تواصل مع المجتمع إنما هذه القضايا هي من التخصص للأمناء على منعات الدولة ومنعات المؤسسة وهي الجيش والأمن والرئاسة الجمهورية هنا يكمن عصب الدفاع الوطني صحيح أننا نحبذ ونرحب بأن تكون مسألة المخاطر مطروحة على مستوى الرأي العام بوكي يعني هناك تنوير أكثر فأكثر من الرأي العام من أجل أن تكون هناك جبهة داخلية جد قوية تكون جهاز يعني مانع ضد الإختراق لأمن واستقرار الجزائر تنوير نعم إنما تهويل لا واستثمار لا يجدي لا أما إذا كان التنوير والتجنيد وتأكيد الحضور بالخطاب القوي نعم لا حدا ينكر ذلك ونتمنى بالعكس ذلك ونتمنى أن يتجاوز هذا الأمر تشكيلة الأحزاب إلى المجتمع المدني وإلى الرأي العام وإلى الجزائريين كتلة معارضة وكتلة موالية هذا هو أساس الجبهة الوطنية التي ننشدها هو أن يتكتل الجزائري للدفاع عن ماذا ليس عن فكرة ما لكن عن سيادة البلد عن أمنه هذا واجبنا اليوم على كل حال وواجب شبابنا طيب كان أشار يعني هناك كثير من الأحزاب السياسية أصبحت تشير إلى أن هناك بعض الدول تحاول إلى زعزعة أمن واستقرار الجزائر هل تعتقد بأن مواقف الجزائر في الفترة الأخيرة تجاه العديد من القضايا الدولية أصبحت تمارس عليها ورقة ضغوط ضغوطات إلى غير ذلك دعونا نقول لك عصية هي الجزائر عليهم هذه قناعة الشخصية إنما محاولة صناعة شغرافية سياسية عربية متجانسة حول بعض الدول التي تغذي الإنقلابات حتى لا أقول الإرهاب في دولة أخرى هذا يجعلنا نفكر في كيف نسير علاقاتنا مع من يتدخل في محاولة تغيير النظم وفق الإرادة الأمريكية الصهيونية يجب أن تكون لنا مواقف هذا الأمر واعتقادي أن الجزائر ليس لها فقط جيش ليدافع عنها لها أيضا شباب أم درمان اقتلحنا لسنا بالسهولة التي يتوقعها الآخرون ونحن لا نتمنى كجزائر على فكرة لا نتمنى أن نصل إلى صدام أو صراع مع أي أخ عربي أو مسلم أما إذا تمادى المتمادون وتحالف المتحالفون فالتاريخ بيننا على كل حال طيب كان أشار بعد الربيع العربي لرطال العديد من الدول العربية شفنا بأن هناك دمار خراب ما زال نشهده لحد الآن ولن يتوقف حتى الآن قال بأن هناك كذلك هناك مخططات أخرى لربيع بمعنى الكلمة مغاربي والجزائر لن تكون بمنأة عن هذا المخطط صحيح من ناحية المخطط على حد دولية تشير إلى ذلك فيه مؤشرات ليس على الساحة الدولية ولكن على الساحة الجهوية لأن الآن في الجيوز صارت جديدة القوة العالمية تأخرت شيئا ما وها تدفع بالقوة الجهوية لتقوم مكانها لم يعود الأمريكيون الآن يذهبون إلى العراق بطائراتهم ودبابتهم بل جندوا الوكلاء الجدد وبالتالي أنا أخاف من أن ينزلق بعض الضعفاء أو حتى الأغبياء في الجيوز سياسة ويحاولون صناعة بعض الهوشة أو بعض الزعزعة في الجزائر هذا ممكن جدا جدا عندهم أوراق كثيرة لشكة في ذلك وإنما تعريف الجزائري الآن ليس بعلاقته بحزم لكن علاقته بفهم ما يجري حول بلده ونعتقد أن فيه مؤشرات إما للضغط أما للمساومة لأوراق جهوية وأما للاختراق وبالتالي كما ورد في إحدى آيات القرآن الكريم الأمم لو لا تدافع الأمم لفسدة الأرض الأمم تتدافع دائما طيب أستاذ محمد طيب عدلا على المقاطع في هذا النقطة بالتحديد يجب أن تكون لدينا جبهة داخلية جد قوية حتى تكون يعني كحسن منيع ضد أي اختراق سواء من الداخل أو من الخارج صحيح سؤال جد مهم من سينور هذه الجبهة الداخلية كيف يجب تغذيتها أكثر صحيح هذه الجبهة ليست استفاف أحزاب مهما كانت قوية وإنما هذه الجبهة هي وعي بالمخاطر وفهم للرهانات وتحديد لأدوات المخارج الكبرى من ينورها أولا ما يسمى بالسراية الحزبية معارضة وموالد لكن يعني الأحزاب تجري في فلك الزعامة إلى غير ذلك هذا الشيء ممكن أنه يأثر بطريقة أو بأخرى شوفين قد نتفهم ذلك الأمر لإنما الوطن أولى والمخاطر أولى لو فهم الجزائرين في 1038 حقيقة المخاطر لما سقطوا فيما سقطوا فيه وليه تحديد مقابلنا في نفس الصورة الجيوستراتيجية على فكرة وبالتالي أنا اعتقادي أنه دور النخب قوي وأنا أرى خطاب سوداوي تسويدي يجري في الساحة العامة إعلاميا ونخبيا وهذا يخيفني يجب أن ننتقد بعضنا وأن نتنافس على السلطة وأن نقدم آراء للإعلام لكن البلد يجب أن نستفرجه الوحيد وهذا معنى الجبهة الجبهة هو عندما يحتوي الجزائرين كلهم جغرافية وطنهم لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر وأمنها واستقرارها يكون خط أحمر بالنسبة لكل أكثر من خط أحمر أخط حياة أو موت لأن نحن الجزائريين في رقابنا وديعة وديعة مقدسة نحن لم نصل إلى الحكم وإلى الدولة الوطنية بالمجان وصلنا بدماء شهداء وبأبطال وبفكيرين يجب أن نجمع الجزائر الآن نحو هبة وطنية كبرى فيها الوحدة والتوافق والتألف والانتقاد الداخلي هذا لمفرأ منه حتى يكون هناك أثر للأسف سيد محمد طيبي شكرا لك على كل هذه التوضيحة أتمنى لو أنه كنت معنا من قبل سيكون لدينا متسع من الوقت لكن إن شاء الله في ساعة إخبارية أخرى بإذن الله شكرا لك الأستاذ محمد طيبي المحلل السياسي على هذه التوضيحات شكرا لك